الجهاز الفني الجديد بقناة الكابتن حسام حسن هل الكابتن حاز إمام هو اللي هيبقى المشرف على المنتخب الأول ولا هناك اسم آخر سيكون اللي مشرف وليه لا هو حاز إمام يعني من اللعبة اللي لعبة لمنتخب مصر في سنين طويلة وهو أقرب 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 الموجودين في مجلس الإدارة اللي هو يشرف على الاتحاد وعلى فكرة هو اللي بيشرف على الاتحاد مش معنى كده أنه هو صحب قرار الواحد ولا هو بيشرف لا ده هو بيبدأ حلقة الوصف لمبين الجهاز الثاني ومجلس الإدارة آآ بس يعني هو اللي بيشرف على الاتحاد مش هو اللي بيخطط من الكرة المصرية ولا هو اللي بيخطط من المنتخب الأول ولا غيره طيب لو لو الكابتن لو الكابتن حاز إمام لو الكابتن حاز إمام اعتذر عن هذا المنصب الآن الكلام ده اللي بق عليه وعلى الكابتن بركات برضو مية في الماء آآ كابتن بركات برضو طيبة كبيرة وحاجة مية في الماء مية في الماء في المنتخبات المصرية والكلام برضو ينطبق على بركات طيب أنا عندي معلومة ان الكابتن حاز إمام اعتذر عن الإشراف عن المنتخب والأستاذ جمال علام هو اللي هيبقى المشرف على المنتخب الأول هل هذا الكلام صحيح؟ أنا ما عاديش المعلومة دي والله لو عندي المعلومة كنت أكدت عن حضرتك لكن والله أنا ما عاديش المعلومة دي لسه مش أكيد طيب الكابتن حسام حسن خلاص تولى المهمة وكل الدعم ليه هو جهازه المعاون إن شاء الله بس ما حدش طرع أعلن أو وضح العقد مع الكابتن حسام حسن هيستمر الكام عام أو هينتهي إمتى يعني؟ أنا برضو زي ما قلت لحضرتك ولداي كان برضو في إحبار كتابته بس لكن برضو آه يعني أنت وأنت على ترابيسة الاجتماعات في مجلس دارة أحد الكرة اتفقت أو فكرت أن كابتن حسام حسن يستمر لحد دامت يعني قدامه إن شاء الله يعني مش يعني ما خلص بس شوية التحديات اللي عنده بدور لكن إن شاء الله مستمر إن شاء الله مستمر وبركس عالم وبركس عالم إن شاء الله مستمر يعني أنا ما ما أجزمتش العقدة هيكون بمدة أو ما غير مدة ولكن يعني إن شاء الله ألمين إن هو يكون موجوده وستمر معاني إن شاء الله تمام بس سواء العقدة لازم بقى مدة سواء محمد طيب سؤال آخر آآ فضل يعني لو هو العقد هيكون برضو لغاية المفروض يعني كس العقدة لو لازم يتحكم بمدة هيكون لغاية كافة العالم ستة عشرين إن شاء الله بإذن الله ونتأهل مع كابتن حسن حسن وبإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله